أهلاً بيكم في مجلة الحياة نجم التسعينات الفنان أحمد عبدالعزيز كان فتى أحلام معظم البنات وواحد من أهم نجوم جيله فكان مجرد وجود اسمه على تيتر أي مسلسل بيحقق العمل نجاح كبير فمراهقات التسعينات كانوا شايفينه الفتى الوسيم صاحب المبادئ وفي نفس الوقت الشجاع اللي كان لما بيصرخ أمام الكاميرا بتتحطم كتير من القلوب عرفوا الجمهور من خلال شخصياته وأدواره المختلفة زي يوسف عباس الضو وأبو زيد الهلالي واللواء جلال خطاب هنستعرض معكم أهم محطات حياته ومين هي زوجاته المشهورة والسبب اللي خليه بيه عساس منزله تابعوا معينا يوم 30 ديسمبر سنة 1954 اتولد الفنان أحمد عبدالعزيز فحي محرم بيك في الأسكندرية اتخرج من كلية التجارة ولما كان في الكليا نضم للفرقة المسرحية وده قربوا أكتر من الفن فقرر إنه يدرس الفن والتمثيل بعد تخرجه وبالفعل دخل المعهد العالي للفنون المسرحية ولو انتقلنا الحياة الشخصية هنلاقي إنها كانت ولا تزال مجهولة للناس فهو تعمد إخفاء حياته الخاصة عن الشهرة والأضواء وكثير من الناس ما يعرفوش إن الكاتبة والأعلامية المصرية المشهورة دينا شرف الدين هي زوجته وعندهم ثلاث أبناء وهم أميرة في السنة الثالثة من كلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة الكاهرة ومن هوياتها الكراءة باللغة الإنجليزية ومحمد في السنوية العامة ومن هوياته مشاهدة السينما الأمريكية أما آخر أبنائه هو يوسف في الصف الرابع الابتدائي ومن هوياته الشعر والرسم والسباحة وكمان الكرة حاكت دينا زوجته في مدخل هاتفية مع عمر الليسي عن شدة تعلق زوجها أحمد بأولاده بيها وكمان إنها تعودت على طبيعة عمله وهي سعيدة جدا بنجاحه وفترة من حياته تعرض لوعكة صحية شديدة وقتها حس بألم شديد في صدره وبعد نقل له للمستشفى تأكد من وجود أحد الشرايين مصدودة وتم تركيب دعامة وتحجز لمدة يومين وبعدها تحسنت صحته الجديد بالذكر إن الفنان أحمد عبد العزيز بدأ أول أعماله الفنية من خلال مسلسل باقي من الزمن ساعة سنة 1982 وبعد مشاركته في مسلسل المال والبنون اتعرف بجملة عباس الضو بيقول لا وكان واحد من أروع الأعمال المصرية اللي قدمها وعلامة مهمة ونقلة في حياته الفنية وأخرج على مدار حياته الفنية حوالي 25 مصرحية على مسارح الطليعة والأوبرا ولكنه بعد عن الإخراج لعدم وجود المناخ المناسب فبالرغم من سنوات عمله الطويلة في الفن إلا إنه اضطر في وقته من الأوقات إنه يبيع أساس منزله علشان ينفق على أسرته لإنه رفض العمل لمجرد التواجد فقط واختفى عن الشاشة لسنوات بسبب عدم وجود أعمال فنية ترتاق المستوى علشان كده فكر في اعتزال الفن في فترة معينة وصرح إنه بيتمنى العودة للعمل مع الفنان يحيى الفخراني في الفترة المقبلة زي ما تعاون معي في بدايته الفنية وإن أهم المحطات الفنية الفخور بالمشاركة فيها هم الوسية، المال والبنون، سوق العصر، زقاب الجبل ومين ما يحبش فاطمة بكده نكون وصلنا معاكم لنهاية الفيديو اكتبونا في التعليقات وقلونا أكتر عمل بتحبولي الفنان أحمد عبد العزيز واستنونا فيديو جديد وفنان جديد مع مجلة الحياة